في إحصائية نجريت عام 2017 وصل عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى نحو مليون ونصف المليون لتتصدر بغداد الأعلى نسبة تتوجد فيها هذه الفئة اليوم يفتح رئيس الجمهورية برهم صالح باب قصر السلام أمام عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة تزامنا مع حلول يومهم العالمية مستمعا لمشكلاتهم لاتخاذ خطوات لازمة تدعم تأهيلهم المنشود يؤكد الرئيس ضرورة دخار الجهود لدعمهم أما اللقاء الذي يوضح ألفة بين الزائر ومستضيفه تعكس صورة التزام المؤسسة الرسمية بالمعايير الدولية ناهيك عن واجب يؤمن به رئيس الجمهورية كما هو إيمان الدولة العراقية النابع من ميثاق الإنسانية التي تجمع ولا تفرق يعيد الرئيس للأذهان ما يكتوي به أبناء الشعب العراقي من أعمال عنف وإرهاب ونزاعات مسلحة على مدار سنوات طوال أنجبت نسبة مرتفعة في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة زيارة مشابهة لا تقل أهمية عن الأولى يستقبل ضيوفها من بنات وأبناء الشعب من فئة تكمل النسيج المجتمعي العراقي يستقبلهم رئيس مجلس الوزراء حديث واضح المعالم ينطق به أبناء هذه الفئة بما يواجهونه من تحديات فيرد رئيس الحكومة بالقول أنتم لستم معاقين بل أصحاب همم واستلهام حولتم العوق إلى قصص نجاح وهنا يقدم الكاظم وعدا بمعالجة معوقات تواجه أصحاب الهمم وأبرزها فرص التوظيف الدولة العراقية تواجه واقعا مفعما بمخلفات الحروب والألغام بفعل صراعات وإرهاب جعلت من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة مرتفعة فيما العامل الأساس لحلول جذرية تأتي بما يعوضهم ويضمن حقوقهم وكرامتهم ترجمة نانسي قنقر